الاف شليميت كان عندي البسط يخالب الزيرو ولكن المقام تقرب الزيرو شنو غندير في هذا الحالة؟ في هذا الحالة غيكون دايما عندي واحد المقارب عمودي او 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 اشجب المقاربات العمودي للهضراء اه انت امشي وتقاطقه ونوضح لك بمثال كدير تحسبها النهاية كيف مشرحت في الفيديوهات اللي قبل اول حاجة غتفكر فيها هي التعود يعني تعودك على الايكسات اللي في الدالا بدك واحد اللي كان يلتحت والنتيجة غتعطيك ناقص خمسة على زيرو سر بتحسبها الرأسك ولكن هيك ما نقدروش نقسمه على الزيرو في الماضي والجواب هو ما تنساش راح نخدامه في الليميت يعني غي تنقربه الزيرو ولكن ما تنوصلوش له اجيدة بندرسو هاتشي نحطو افلي اكس ستسوي ذاك شي لقدام الليميت ونشوفو شنو غي يوقع منين اكس ستقرب الواحد اول حاجة تقدر تلاحظها لان البسط تسوي- 5 منين اكس ستسوي واحد يعني سالب وخي نلعب شي شوية بياتس البسط تلعب سالب ولمقم وذب jego opinion возвغلي اله كل شي بمعنى راح موجب لذلك يبقى موجب حتى ولو لعبت بx واحد شوية يبقى للعامل الثاني x ناقص واحد أو ثلاثة وهذا هو ولي عليه كل شي هذا العامل تكون موجب الى x كانت أكبر قطعة من واحد وتكون سالب الى x كانت أصغر قطعة من واحد واجرب تعوض بشي عدد باش تأكد المهم باش يبال لكم كثير ليش بغي نوصل القيم الموجبة غان نرمز لها بزائد بين قوسين والقيم السالبة غان نرمز لها بناقص بين قوسين ففي هات الحالة اللي عندنا منين اس ستكون أكبر قطعة من واحد ولك قريبا ليه يعني해� tehnاخدوا غالقيام اللي كبيرة بشي شوية على واحد بحال واحد تصلوا واحد وهاكذا فالقيمة اللي عندى في البسط غتكون سالبة واللي في المقام غتكون موجبة في موجبة طوال ماقام في بندي أني haya موجب وبالتالي سالب и مقسم منها موجب تساوي سالب ومنين اس ستكون أصغر قطع من واحد ولك قريب الايه يعني سنأخذها القيم الصغيرة بشي شوية على واحد بحال 0.99 وهكذا فالقيمة اللي عندي في البسط غتكون سالبة واللي في المقام غتكون موجبة في سالبة وظنك المقام غيكون عندي سالب وبالتالي سالب مقسم على سالب تساوي موجبة ظنك Fx سالبة من إن X ستكون كبيرة شوية كيك على واحد ولكن موجبة من إن X ستكون صغيرة شوية كيك على واحد عرفت عليش تنظر دابا نسيت وياك تنظر على النهاية في اليمين واليسار ذي Fx من إن X ستقرب الواحد ورجعوا وشوفوا الفيديو للفوق باش تفكروا المهم النهاية على اليمين غتساوي ناقص مالا نهاية والنهاية على اليسار غتساوي زائد مالا نهاية يعني من إنت تحسب شي نهاية وتيخرج لك البسط ما تساويش الزيرو ولكن المقام تقرب للزيرو فعنا يدك الزيرو اللي لتحتي تطلع الستروتي واللي زائد أو ناقص مالا نهاية وباش نحدد واجز زائد ولا ناقص تخصنين درس الإشارة ديال المقام من إن X ستقرب الواحد العدد على اليمين ولا اليسار دياله يعني باختصار تنحسب النهاية اليمين واليسار وبما أن النتيجة بجميل حالات غتخرج ليا فيها المالة نهاية فهذا يعني أن ديك الدالة عندها مقارب عمودي في داك العدد اللي تتقرب لها X ورجعت تفكر شوي دي المقاربات العمودية في هات الحلقة اللي الفوق المهم وباختصار هده هما الحالات اللي تكونوا عندي ولتحت منهم النهاية اللي توافقهم ده بس سؤال دي لآخر الحلقة لينا فتريد أنني بدلت شي شوية في الليميت اللي خدمت عليها في الفيديو وبلصت اس ثلاثة في المقام بدرت اس جوج شنو اللي غيت بدل